اخطر شيء ممكن تحاول تعمله هو دخول عالم الارواح رغم انه عالم قوي جدا بل هو اقوى كتير من عالم الجان ونادر انك تسمع الكصص عن عالم الارواح لسبب ان ما فيش اي مصادر او اي كتب الا وقد تم حذرها في عالم الارواح لا يرحب ابدا بالخطأ لان مجرد غلطة ممكن انها تكون تمنها حياتك وحياة احبابك عالم الارواح اقوى ملايين مرات من عالم البشر والجان بيتكون من بوابات وابعات كتيرة منها انت سمعت عنه ومنها ما لا يخطر على ازان واليوم نحاول نوضح جزء بسيط في عالم الارواح ونكتشف قدرات الله عز وجل الرحمن المنان اول شيء لازم تعرفوا ان مقصدنا بعالم الارواح بعيد نهائيا عن مفهوم الروح لان احنا دايما بنوضح ان الروح هي الطاقة الممتدة من الاله التي تجعل الانسان على قيد الحياة حتى اذا قتل فهو على قيد الحياة كما قال الله تعالى ويوجد كتير من الابيات والايات بتنفي ان ممكن للانسان يكمل حياته حتى اذا كتل او توقف جسده عن الحياة فان الانبياء ما زالوا يزورون الصلاحين والاولياء وان الصلاحين القدام حتى الان يشعرون الاحياء بوجودهم في حضرات الزكر والتصوف وفي مقامهم ومدفنهم وسبق اني وضحت ان الانسان جسم مدي مكون من لحم ودم وجسم اسيري مكون من طاقة اسيرية ويسمى القرين او الجسم المقترن ليهم عقل مدي وعي وعقل باطني لوعي وهنا نوضح تصنفهم حتى تعلم عظمة الخالق في ترتيب مصرات الكون والان ركز معي قرين الانسان او الجسم المقترن او الجسم الاسيري ممكن انه يكمل حياته حتى اذا كان الشخص توفى او قتل زي الذين قتلوا في سبيل الله في تلك الحالتين بيفقد الانسان الشعور بالزمان لان الزمان مرتبط بالمكان والمكان ادراقنا به هو العقل الوعي فقط ومراحل تطوير الانسان في فقدان جسد المدي او بعد موته شرحت ان الانسان اما انه يكون عضو في القطب الموجب من الطاقة او عضو في القطب السالب من الطاقة ومعنى اصح العالم النوراني او العالم السفلي وتعالى معنا نوضح جزئين من مراحل ما بعد موت الانسان مهمين لنا وهم اعمدة الطاقة او ما يسمى عمار المكان يتحول بعد الناس لأعمدة الطاقة في الارض ويسمى عمار المكان وهم عبارة عن اشخاص نفوسهم راضية هادئة لا يوجد في عقلهم احداث ظلم لكنهم ما قدروش يمدوا الجسم الروحي بالقدرة على الوعي فقط انشغلوا في عبادتهم وامور حياتهم ويتحول الجسم الاسيري او جسدهم الروحي الى طاقة ايجابية منتشرين في الارض بطريقة مرتبة مع اوتار الطاقة كونية ولا يشعرون بالزمان والمكان ومن فوائد وجدهم نشر طاقتهم الايجابية التي تتنافر مع الطاقة السلبية وتجعل اتزان في الحياة واذا لم تكون موجودة اعمدة الطاقة ممكن للشياطين السيطرة على كل انسان ويكون في اختلال في الارض لانهم هيقدروا يتجولوا في الارض بكل حرية واعمدة الطاقة او عمار المكان الموجودين هم مثل حسن تلقاء يبعد الشياطين على السيطرة وحتى لا يكون قادر على التجول بحرية والعمار او اعمدة الطاقة تتجازب مع شبيهها الايجابي وتتوالف معه وتتحرك وتبعد عن المكان الموجود فيه الطاقة سلبية اقوى من طاقة عمار المكان او اعمدة الطاقة بطريقة ارقائية لان هذا بينتمي لقانون تجازب وتنافر الطاقة الكهرومغناطسية اذا انت فهمت ان الانسان الصالح اللي ما يقدر يعمل شر لكنه لا يعلم شيء عن قدراته الروحية عند موته يصبح جسده الروحي عمود طاقة لا يتفاعل مثل الاشجار وزيفته الجدار حماية لعدم فرض سيطرة الشيطان وههم على مراتب من القوة وليهم الوان كتير من الطاقة اما الاحياء عند ربهم يرزكون الذي يهب روحه لله يجعل الانسان مستمتع بالحياة لا يعرف معنى الموت ولا يعرف الموت مكانه ويرزق ويعيش في انعامه اما ان يكون جندي من جنود الله او ملك جوال يملأ الارض خير ويحارب الشر والشيطان الذي يعصر الرحمن وقنون الحياة ان الكون له نظام دقيق يعمل فيه بواطن كتير لا نراها باعيننا لكنها هي سبب استمرار حياتنا فلولا النظام الكون الباطني لن يصبح وجود للحياة فترى الاشجار لها منفعة وتمد الانسان بالحياة وترى اعمدة الطاقة لها منفعة حتى لا يسيطر الشر على الارض وخط التحرير الشياطين في عالم الجحيم زرع اجيال لا تعرف معنى الايمان لا تذكر الرحمن حتى يتفانى اشجار الطاقة في وجودها ويظهر قوة العالم السفليل لان كما يوجد اشجار منيرة او اعمد الطاقة نمت على الايمان يوجد اعمد الطاقة سلبيا نمت على الشر والظلم وهم يسموا دب تجان يركب الشيطان على الاكساد المقترنة الذي يسجل في عقلهم اللاوعي انهم في حياتهم كفروا وتمردوا وظلموا وعملوا المحرمات والمعاصي الكبرى يكون الجسد الاسيري عضو في العالم السفلي وقود بالطاقة السلبية ويستخدمها الشيطان لانهم اقوى منه لكنهم بدون وعي وادراك ويوجد اصناف كتيرة جدا عن اشرح الايام الجاية وهنا نريد ان نوضح اذا كان الانسان يسعى للتواصل مع العالم الروحي وهو على قيد الحياة وعقله اللاوعي ومسجل فيه الظلم والكفر والالحاد فانه يفتح بوابات الشيطان القوي ويتصل الشيطان به اتصال اقوى الاف المرات من اتصال التحذيرات واذا حاول الانسان التنور بالذكر فانه يجذب اعمدة الطاقة له ويدغط على روحانياته وطاقته ويشعر دايما انه بيه حمول كتيرة لا يستطيع التخلص منها واذا حاول الانسان التصوف والاتصال بالملوك والجنود يفقد شهواته في الدنيا ونزواته ويمكن ان يهمن نفسه حتى يجسده ويكون درويش حتى يصبح مجزوم ان عالم الارواح كبير جدا فوق ما تتخيل لكن طرق الاتصال به ايجابية او سلبية هي خطر مميت ولعنة قوية نعم يوجد فوائد لتحذير عالم الارواح هنوضحها قريب لكن الاول بنوضح السلبيات حتى لا تحاول المجاسفة والتجربة بدون دليل ومع العلم ان بدأت في ترتيب المستوى الرابع لتعليم علوم الروحانيات للحجز والتواصل الاتصال بنا على الارقام الزهرة امامكم وبنحاول نوضح ان فيه دورة مجانية عبر مجموعة في الفيسبوك لفريق اعلام الروحانيات بيدخلها الاشخاص اللي متفاعلين في الفيسبوك وحاملين شارة ابرز التعليقات ممكن تزور صفحة عالم الروحانيات او تتواصل معنا عبر الواتساب